كما شاهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التوقيع على بروتوكول تعاون بشأن إتاحة الخدمات المساحية الرقمية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعقب التوقيع أشار وزير العدل عمر مروان إن إلى أن البروتوكول التعاوني يأتي في إطار المشروع القومي لتيسير إجراءات تسكيل الملكية العقارية الذي تتبنه القيادة السياسية ويهدف إلى منح البيئة الاستثمارية العقارية استقرارا دائما خاصة في ذل إمكانية لاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات وما قمت به الدولة من تطوير للبنية التحتية التكنولوجية